السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة سوكا فرانس كانت منها ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير اليوم اجيتكم بغريبة سهلة اقتصادية بمواد اولة بمكونات موجودة في كل بيت خليكم معايا باش شوفوا هاد الغريبة اللي ناجحة من اول تجربة شوفوا المقادير وطريقة تحضير على بركة الله والمقادير غاد ينحتاجوا واحد كأس ديال زيت زيت رومية كأس عنبه وكأس ديال سكر حبيبات اولا سانيدة شوية ديال الملحة عندي خميرة حمرة اولا جوج خمارة ديول المغريب وسكر فانيلا والدقيق حسب الخالد غاد يناخدوا واحد الاناء اولا قصرية اولا فاشم ما بغيتوا تخلطوا هاد الحلوة هادي وديندير فيها سكر حبيبات اولا سانيدة وغاد يندفع لها الزيت غادي نخلط مزيان هاد المكونات اولا هاد الزيت و السكر حبيبات مزيان غادي نضيف لهم شوية ديال الملح ضروري تضيف وديك قريصة ديال الملحة لانه كتجي بنينة فهاد الغريبة هادي غادي نحرك هاد المكونات مزيان تيندامج لنا هادك السكر اولا سانيدة والزيت غادي نبقى نخلط على هاد طريقة مزيان ومن بعد طريقة جد سهلة و بسيطة هاد الغريبة توجدها الكويس داتاي كويس داتاي اولا كويس القهوال اللي كتجي بسيطة وسهلة غادي نضيف شوية ديال اولا سكر فانيلا ممكن تضعفوا الكيمية انا هنا يدرس كيمية قليلة ممكن ديروا زلافة ديال السكر زلافة ديال زيت سافي كيف واضح معاكم في الصورة زيت سكر فانيلا وغادي نبقى نضيف الدقيق حسب الخاليط ما كتجي ناش هاد الغريبة اول هاد الحليوة قصحة بزاف انما كتجي نا متماسكة اولا عجينة ما قصحة مرتبع سافي غادي نبقى نجمع في العجين ديالنا على هاد الشكل كيف واضح معاكم غريبة جيد سهلة و بسيطة اسهل ما يكون غادي نضيف الخمارة الحلوة بالنسبة للمغريب غادي تديروا جوج خمارات حمرين باش كتجيكم هاد الحلوة مشقة و ناجحة مئة بالمئة غادي نبدأ نجمع في العجين ديالي على هاد الشكل كيف واضح معاكم ممكن بالنسبة لإضافة ممكن تضيفوا لهاد الغريبة اي اضافة بغيتو تضيفوها انا فقط شاركت معاكم بابسط طريقة ابسط مقادير عندكم توجدوا معاهم هاد الحلوة هادي انا هنيا عندي شوكولات فيغ ميسيل مخلط شوكولات بيد واسود غادي نضيف واحد الكمية لابأسه بها باش كتجينا هاديك الغريبة ملونا او اللي عادينا ديكور من الاحسن ممكن تديروا فيغ ميسيل الالوان وممكن تديروا فقط كتافيوا باللون اسود لكم الاختيار سوف نضيفو لهاد العجين وغادي نبقى نستمر وانا كنجمع هاد الحلوة ديالنا لها الطريقة كيف واضح معاكم ورا ما كدحتاش الدلك وانما ها باش ندمج معانا هادك الشوكولات في الحلوة او للعجين ديالنا كاملة سافي وهنا كيف واضح معاكم انا غادي نحاول نكورها متوما كيف كتشوفو تكورات معانا الحلوة يعني سافي وانا اخواتي غادي ناخد الطاوة اللي غادي ندخلو الفرن وغادي نشكلها كورا كورات على هاد الشكل هذا وغادي نستفل لاتا ديالنا وواحد الملاحظة الفرن انا درتو كيسخن ما فقط من الفوق على مية وثمانين داراجة غادي ندخل هالفرن ساخن فقط من الفوق على مية وثمانين داراجة احتطيب لنا هاد الغريبة ديالنا من الفوق ولا تشق معانا لانا سير ديالها بشق ضروري الفرن فقط من الفوق وانا ايا من بعد مسالة الحلوة او الغريبة ديالي غادي ندخل هالفرن كيف بدلكم ساخن فقط من الفوق حتى تشقق وطيب معانا اللي غادي نهبطها لتحت تحمر معانا هاد الغريبة وغادي نتلاقوه في الشكل النهائي ان شاء الله اخواتي من بعد ما طابتلينا الغريبة ديالنا كتجي على هاد الشكل هادا مشقة موردة رائعة بنينة كنتمنى تجربوها اللي فعلا ناجحة من اول تجربة قدمتها على هاد الشكل هادا كنتمنتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها وما تنسونيش من الدعوة ديالكم اللي لايكات ديالكم جزاكم الله وخيرا وهدي هي الوصفة دياليوما تمنتنا الاعجاب ديالكم وما تنسونيش كيف قلت لكم البختش ديالكم جزاكم الله وخيرا وغادي نخليكم على خير وإلى وصفة أخرى ان شاء الله وفيديو آخر ان شاء الله وخليكم على خير وفي أمان الله وسلام عليكم شكرا